اشتركوا في القناة وتحقيق الفوز الثالث والعشرين على التواري في حين يطمح المقاتل الإسلام إلى تحقيق انتصاره الثالث عشر يخوض مثل الكرة البحرينية فريق المحرق في السادسة وخمسة واربعين دقيقة من مساء اليوم لقاء هاما أمام فريق الجيش السوري على السادل البحرين الوطنية وذلك ضمن الجولة الرابعة لكأس الاتحاد الأسيوي لكرة الغدم حيث تكون أهمية اللقاء في كون أن الفوز سيمنح المحرق التأهل للدورة الثانية بشكل رسمي دون الحاجة للنظر إلى باقي المباريات من جانبه جدد فريق العهد اللبناني فوزه على ضيفه فريق الحد ممثل الكرة البحرينية الآخر بهدف دون مقابلة ليحافظ الفريق اللبناني على صدارة المجموعة الأولى رافعا رصيده إلى تسع نقاط في حين فقد الحد أمال المنافسة بالبطولة بعد خروجه بشكل رسمي من دور المجموعة ترجمة نانسي قنقر